السلام عليكم نحن اليوم بخيمة موبيت أخونا المعتقل المفرج عنه أحمد الشلح وصل قبل كام يوم بعد اعتقال دام أكثر من عشرة أعوام ومعنا والدته وحابة توصل رسالة للعالم فضل لي خالكم السلام عليكم والشي الحمد لله على سلامته الله يسلمك يا ابني الله يردع عليك يا رب و الله يفرجع جميع المعتقلين يا رب إن شاء الله ما بيضل حد جوا بإذن الله تعالى بس أنا حابة في شيء وبدي أحكي ووصل صوتي ومين ما بده يسمع أنا حابة إنه صوتي يسمع للكل المعتقل ليش نحبس؟ نحبس بالثورة ثورة الكرامة، ثورة الحرية حاج قضى ظلم، راح شبابه، راح عمره، ابني وغيره وغيره واللي مات مات بس هلأ الطيب يعني طالع هالمعتقل مريد 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 لا بده تغزية، بده علاج بده دكاترة لعيونه، بده دكاترة لأدراسه يعني كل شي فيه عم يجعوا هالمعتقل معلشي، انتو بتقولوا المعتقل المعتقل طيب معلشي، وين هالمنظمات؟ لحنا قاعدين بخيمة، ربطة خبز أنجاء عم تجي عيب الواحق إنه يحكي ابني مريد تعبان عم شوفه حاجة محروق قلبي على أكثر من عشر سنين وشفتوا وطالع مريد بده بناشد أي منظمة، أي جهة، أي شي بتقول أنا بده اتبرى، أنا منظمة لهالمعتقلين إنه تساعد، ما بس ابني تساعد جميع المعتقلين لأن المعتقل له حق عليكم وعلى غيركم حطوا أولادكم محل، يعني محنة أي أم، أي حدا، ابنه طالع معلشي، طيب هل عشر سنين، 11 سنة لمين؟ للحرية، للكرامة، انتو عم تشتغلوا لمين؟ المنظمات اللي عم تشتغل لمين؟ يعني حرام شاب ابني زهوة شبابه وراحت وطالع مريد ما منلاقي منظمة تشيل فيه، تشيل بي علاجه الأمهات ما بتتاجر بولاده، بس بدي ابنه يطيب ما عم لاقي يعني ما حدا عم يزدق معنا، أي تمام، أي والله جايين أنا بحب إحكي هيك علنا، أنا ما بحب يعني والله لفودور أي والله جايين تكرمي، ما منشوف حدا، منحكي مع منظمة تاني أي أي تمام، يلا، كام يوم منجي لعنكم، لك حرام؟ ليه؟ ماذا وضعوا الصحي لأحمد؟ عيونه، ما عم ضعف كثير فيهم، عنده اسنانه كلهم، الفك التحتاني والفؤاني قتريته عم يطلع فيهم تقريحات، ودم عم بيكب من لساس الالو، هذا الليل ما عم بنيمو غير الوجه بده تغزية، بده جسمه كثير ضعيف ضعيف، طلع من المعتقل كان وزنه 29 كيلو 30 كيلو، نحن قاعدين بخيمة، وفقيرين، والفقر ما نوعيب، بس الإنسان اللي بتحب تساعد، هاي هي الكرامة، هاي هي نفس الكرامة اللي بتحب تساعد الإنسان ما عم أشوف أنا من هالشي هذا كله يعتو، يعني بده تغزية، بده دواء، بده علاج، إلو ولا لغيره، لأي معتقل طالع يعني لازم إنه حدا يعني وصل صوتي إنه حدا يسمع تقول إما جروحة، إما حروق قلبه، ابنه طلع حاجة يعني إنه عن هالسنين اللي راح من عمره، إسه يطلع مريده متلاقي حدا يساعده، يعني بتمنى هيك أهل الخير، أهل هالمنظمات تكون صادقة، هاي أهم شي تكون صادقة إن شاء الله، أبا أحمد كيف جو الخيمة عليك؟ أنت طلعت من الاعتقال وجيت عجو خيمي، شو نجو الخيمة عليك؟ مختلفة، مختلفة ليشي، كأنني بحبس، كأنك بحبس، كأنني بحبس، كأنني بحبس، كأنني بحبس، شو نجو بالليل، بالنهار؟ شو بحريق، ما دينة، 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 ما، إنه كأنني عاد بحبس، نعم، ما عيتني أفرحي فيه؟ ما بدي لداوي، معقولة لك أن ما أفرح فيه، هلا سانوا عمروا ثلاثين سنة، إيه والله حاب تشوف ويك وعوضوا، الله يعود صبر هالمعتقلين كلهم، حتى الله يعود صبر الأم هات، ليش نحن إحداع السنة؟ يعني البك اللي بكينا والأهر اللي انقهرنا على أولادنا، ما بيتعود بتملأ الأم، الله يعود صبره وصبرنا، وصبر كل أم ابن معتقل، وصبر المعتقلين، وأجراً وثواباً عند رب العالمي، بس لازم يكون في دعم للمعتقلين، يأن المعتقل داع حق وجوه بيبتصبون أنه ميت، خلص هذا معتقل راه، لا ما بصير، هلأ طلح حي شهيد حي، الداخل مفقود والطالع مولود، لازم يكون الصوت أقوى للمعتقلين يكون شيء كتير للمعتقلين، ما عم منشوف شيء، إن شاء الله بعين الله، طبعاً أنا زرت عدد من المعتقلين اللي تم الإفراج عنهم مؤخراً، وضع ما بيختلف شيء عن حال أخونا أحمد، كلهم بحاجة لمن يرعاهم ويساعدهم، كان فيه مناطق ريف حلب الشمالي، والكان فيه مناطق إدليب، العديد من المعتقلين وسطه إلى المناطق المحررة، بحاجة إلى الجهات المسيطرة، كان فيه الشمال، والكان فيه حكومتي الإنقاذ والمؤقت، وبحاجة إلى المنظمات، وإلى كل من بيهتم بواقع المعتقلين، بوضع المعتقلين ومنظمات الإنسانية، وأيضاً إلى أهل الخير أيضاً أنه نحن نسعالهم في العزابين أملوا زواج يحسن يتزواج اللي ما عنده مسكن يحسن يأمين مسكن يتعمر له غرفتين بدل الخيمية اللي قاعد فيها يتأمل له فرصة عمل مناسبة يطليق فيه وتكون عول لألون إن شاء الله تفرحه فيه وإن شاء الله منزولك في عرثه إن شاء الله الله يسلمك الله يسلمكن يتول بعمركن يا رب